السلام عليكم طلاب الرابع دادي ودرسنا اليوم ان شاء الله قواعد مهم جدا اساس للخامس والسادس اللي هو يونتي ثري لسن تو موضوع المضارع التام تابعوا نزول الدروس بتسلسل على قناة الدورة المجانية للرابع دادي ورابط القناة اسفل الفيديو قناة التليجرام طبعا طلابي هنا رح يتكلم what are طارق and his family talking about ست هذا استماع انش شا سوي بي شنو هاي شاشتغلاني هنا شنو هاي الامثلة ذا النشاط واستماع يعني ما عندي شي اقراب لكتاب مو مثل الدرس السابق قطعة للدرس بس رح بقع على هاي الامثلة ليش داي يقول اكو زمن اسمه present perfect المضارع التام استخدمه ويا ال ever وال never وال yet وال already واني رح اضيف لك ال just هم من عندي اذا زمن ل present perfect رح ينشرح اليوم المضارع التام اساس بالخامس اعدادي unit 1 نفسه في خامس سادس اعدادي unit 5 نفسي شرح حرفيا اهم شي انت ضابط التصريف الثالث للفعل have you ever been to greece انت رايح فادي يوم لليونة yes i have or no i haven't طبعا واحد يقولك have you yes i have or no i haven't i have never visited england اني ابد ما رايح الى انجلترا i haven't picked up the brochures yet i haven't picked up the brochures yet yet بنهاية الجملة والجملة من فيه وبكب يعني يلتقط طارق's father طارق's father ابو has already seen the premise هو اصلا شايف الاهرامات he has already seen it شايفها وين الشرح المفصل تابعوا اياي هسا الشرح المفصل على صبرة وعلملزمة يعني هسا احنا هذي صورة الكتاب ما عدنا شغل بها مثل ما اللي تشوفون صور واستماق لعد الشغل وين الشغل بمكانية يا حلو عدنا بالملزمة وعدنا شرح قواعد كلش مهم تابعوا اياي شنو ال present perfect simple تابعوا لي طلاب present perfect simple المضارع التام البسيط تدري انت هاي الصبورة والامثلة يعني مسيفتها هنا عندي هذي من اشرح لبو السادس هاي الامثلة نفسها والقاعدة يعني ركزي اول شي present perfect المضارع التام يتحدث عن حدث او شي حصل للتو فشي حصل واثره ظاهر عليك يعني شنو يعني هو مو ماضي هو صار بعد خلص بس ما صار قديم بالماضي وانما من الماضي وانجز وقت الكلام يعني شون ست يعني انت دا تقرأ من السبعة الصبح لهسة وهسة كملت تسدي الكتاب تقول مو تقول I finished my homework تقول I have finished فالمقابل راح تشوفك تقول I have finished معناه فشي تو حصل هو حصل وصار بس مو ماضي مضارع تام بدأ بالماضي وانجز وقت الكلام هاي من ناحية المعنى مني طب احد يقعد بالبيت يقول لك هاي شنو تجايل عد ما تحتي قل لا I have just arrived توني وصلت هسة قعدت اذا هذا اللي اسمه present perfect انطينا المفاتيح الحلول اول مفتاح للحلول يريد نعرف قاعدة الجملة شلون تنكتب بال present simple بالمدرسة يقول لكم structure of the sentence structure of the sentence البنية ما للجملة اجزاءها فرح تقول باعي ست اذا فاعل الجملة كان I او they او we او you يعني الفاعل لا هي ولا شي ولاد يعني الفاعل مو جماعة اس الشخص الثالث بالمبارك يعني الفاعل I انا they جمع we نحن او you انت او انتم فاذا الفاعل كان he I they we رح تستخدم الفعل المساعد اللي هو منو هاذ والهاذ غصبا علينا من تجي فعل مساعد صيغة الفعل الرئيسي وراه غيكون تصريب ثالث يعني الطالب بصراحة شديدة اذا ما مضبط تصريف الافعال اقول لها تفضل اطلع برك كل شي ما رح تستفاد present perfect قصلا قواعد المنهج مالتك كله مبني على انه انت حافظ البيب بيب للافعال تصريف الثالث للفعل لازم حافظه وهذا مو احد رح يحفظك اياه يا شاطر هذا انت تحفظه واني خالتلكم القائمة بالمنزمة قائمة التصاريف هاي سلاحكم بالسادس والخامس فرح تقولي زيان لازم انا حافظ تصاريف في الافعال تصريف الثالث بمعنى انه قاعدة تقولين عليها يا سيدتي انه I, they, we, you ياخذ هاذ والفعل بعد الهاذ يكون تصريف ثالث اما الهي والشي والإت لما يكون الفاعل مفرد ولد بنت إت مام داد مفرد مفرد فما رح ياخذ هاذ لعدش رح ياخذ الهاف نفس هي إذا طيتوها ويالهي والشي والإت اس شخص ثالث رح تصير هاذ فإذن الهي والشي والإت ما ياخذون هاذ وإنما الشي ياخذون هاذ فاش صار عندك هي شيئة تاخذ هاذ والهاف والهاذ طبعا هاذ مصدرها هاذ هو نفس الفعل هو فعل مساعد غصبا علينا نكتب وراء تصريف ثالث إذن هاذ أو هاذ يجي شنو وراء تصريف ثالث الفعل فرح تقول I, they, we, you يجي وراءها هاذ هي شيئة وراءها هاذ والتصريف الثالث زين ست إذن الجملة نفي negative وشكو بيها أصلا أفرح لي إذن negative كل اللي تسويه بدل ما تقول هاذ رح تقول هاذ بدل ما تقول هاذ رح تقول هاذ زين ذو عندي علامة السؤال بالأخير ذا عندك علامة السؤال بالأخير شا تسوي تقول you have لو تقول have you تقول he has لو تقول هاذ فإذن إذا أدك علامة السؤال بالأخير قدم الفعل المساعد على الفعل ست من الفعل المساعد الhave أو الhas شيئة شمرها بالبداية وإذا عندك كان what أو where أو why يعني أداة سؤال شمرها أول شيء ثم الفعل المساعد يلا الفاعل فإذن أنا عندي I, they, we, you, have هي شيئة has والhave والهاز يجي وراءها تصريف ثالث زين أكو غيش مفيد فتشي فيدني يقول لي إيه تعال باوع ترى هنا أحساعدك إذا شفت فلان شيء اكتبت جملة هافو هازو بيب بيب منو ظروف الزمان التي تدل التي تدل على المضارع الدم منيه أهذر ومعنى هل ولو مرة تجيب السؤال هافة هاف hear you ever عبر خ hash ترى الآث ثم هاي فيلم رعب سوف الفيلم إذن اليica يأتي فيلم للسؤال السؤال معناها هل ولو مرة، لك أبد ولا مرة، تجي للنفي بدون نط، فتقول I have never، أنا بالنسبة إلي I have never، I have never يعني I have, I have never, beep beep, I have never seen a horror film، أني أبد ما شايف فيلم رعب، أخف Have you ever seen a horror film؟ No, I have never seen a horror film Just، ما ذكرها بكتابكم، هسا بعدين يذكرها Just يعني شي توحصل I have just طبقت الملزمة، وقلت إيه خلصت، هي يعني I have just finished my homework يعني فتشي توصر، لاحظتم شاء الله إلى حد الآن أنه ever والnever والjust موقعها قبل التصريف الثالث، ثبت ملاحظة موقع ever, never, just قبل التصريف الثالث Have you ever seen a horror film؟ I have never seen a horror film ما شايف أني فيلم رعب I have just arrived I have just cleaned my room I have just finished my homework دوني كملت الواجب، توّن إذن ever, never, just تيجي قبل التصريف الثالث، قبل الفعل الرئيسي، بينما يت اللي معناها لحد الآن، هذه تيجي بس إذا الجملة كما من فيه، أو منتهية بعلامة سؤال، تيجي بالجملة الاستفهامية والنفي بس، وموقعها نهاية الجملة إذن سيت، ييت، نهاية الجملة وتجي بالنفي وبالسؤال، بس، نعم Already بها وتشين تحف شنو الأورادي؟ أورادي يعني شي صار أبكر من ما توقعت يعني صديقة كده يأزمك على سينما يقول لك، would you like to come with us to the cinema؟ To see this film، فلان film يتقول لك، I have already seen that film تشكت قديم، أنا شايفة I have already seen it يعني صدقات دشو الأورادي، مو نهاية الجملة مثل الأورادي والنفر، وتجيز لعد الأورادي ومتشن تقبل تجي قبل التصريف الثالث قبل الفعل الرئيسي مثل الأورادي والنفر والجست وتقبل تجي نهاية الجملة مثل اليت ومعناها أبكر من المتوقع مثلاً أقول I have already booked the tickets أنا أصلاً حاجزة تذاكر وأقدر أقول I have booked the tickets already أنا حاجزة تذاكر أصلاً من البداية I have finished my homework already هني مكملة الواجب قبل ما تقولولي إذن already معناها أبكر من المتوقع ملخص الكلام فاعل هافو هازو بيب بيب هو بيب بيب طبعاً تصريف الثالث هو الـ present perfect simple وظروف الزمان هي منية ever never just yet already ever never just yet already هافو هازو بيب بيب ever never just yet already هافو هازو بيب بيب إذن من عندي ever never just yet already أي واحدة من ذولة ever never just yet already شو تكون القاعدة ما للجملة فاعل لوغاف لوغاز زائد بيب بيب من هو البيب بيب ال past participle خلي نجرب سات خلي نشوف أمثلة مثلاً وأنا ما كملت كل كلامي طبعاً شوفوا يا أية you ever fly طبعاً طلاب خلوا بباركم الأمثلة كلها صب سادس كلها صب سادس رح أرجع بعد شويلين من زمن you ever fly in a helicopter تدرون أنتو صف السادس وأصلاً كلها مراجعة للصف الرابع والخامس you ever fly in a helicopter sit and the ever وست من شفت الأفر برقة عيوني وكيفت لأن غنيت لها بقلبي قلت ever never just yet already يعني هافو هازو بيب بيب إذن أنا عندي علامة سؤال رح أقول اليو تأخذ هاف صح رح تقول you have low have you بلاست أكيد رح أقول have you فهناش رح أشتغل حقول have you ever والتصريف ليلي fly منو flown وقارفو fly flew flown خدتو بالثالث fly flew flown in a helicopter أنا أبد ما طاير بhelicopter have you ever flown in a helicopter have you ever flown مثلا باوع على صديقك دا يعد النجوم تقول به have you ever slept مثلا in a dessert بالصحراء have you ever مثلا أنت tried جربت الانديان فود الأكل الهندي have you ever بيب بيب للفعل have you ever تصريف ثالث للفعل كل ما تشوفون ever ستوى never بعد سن ever never جاز يعد already هفو هزو بيب بيب فرح تقول الـ I تنزل تأخذ have whenever نزل تصار ادي I have never I have never eat شتصير eaten I have never eaten chinese food شترجمة عاني عاني أبد ما ما كلا أكل الهندي I have never eaten chinese food they just right ستعدي just يلا اذر اذر جاز yet already فاعل هفو هزو بيب بيب اذن الفاعل they والذي يريد have والجز تنزل ورا الhave والhas والright تصير تصريف ثالث شنو written اذن they have just written to me توهم كتبوا لرسالة she not finish باع المثال اللاخ يلا انتو حلو يا حلوين she not finish ش راح تقول she has من في she has hasn't finish تصير finished she hasn't finished the homework yet زين هذا المثال هذا عوف يعني كلش صارت سادس هنا خلي ولي خلي روح نروح i never do the high jump انا ابد ما قافز القفز العالي اش راح تقول i have never done تصريف الثالث لدو طلاب هو done i اختصار i have i i have never done the high jump they gone to bet تعال هنا ست شن الفرق بين gun وبين شوف يا حبيبي الق الماضي ما لتها وين صح بس بالتصريف الثالث دورات التصريف الثالث طبعا هو التصريف الثالث قانونا وبسؤال لملا وبصورة عامة التصريف الثالث وقن ما اكو غيره بس لما من الشخص راح ما رجع نقول من الشخص راح ورجع فهو موجود او ما راح اصلا للمكان فهو موجود هذا ما نقول نقول بن لان القن يعني غادر معنى ها راح ورجع او ما راح اصلا لذلك من اقول لك هنا رحنا للسينما it was a great film شفنا فيلم حلو هذا معنى احنا رجعنا وده نحتي لكم فهناش راح تقول we have been to the cinema have you ever have you ever been to paris انت رايح فاليوم الى باريس ده سيلة وقبالي have you ever been to paris زين سيت راويني امثلة كتابنا ليش نروح كلش بعيد شوفوا اول شي بكتابكم كمية امثلة كلش حلوة يلا بخ هاي مالة القطعة القديمة هاذا lesson lesson to يبدي بالملزة معنى هاي جيت على الملزمة رأسان البرزم perfect وهي الever والnever واليات والalready have you ever been to greece هاي امثلة الكتاب يطلق you ever be شا تقول have you ever been to greece رايح الى اليونان i have never شوف i have never يعني i have never visited england اني ابد مزاير انجلترا تارق 's father has already seen the pyramids شاف الاهرامات he has already seen see saw seen شاهد الاهرامات اذا البرزم perfect وهي ever never just الشرح البالملزمة قدامك نستخدم المضارع التام للتعبير عن حدث حصل بالماضي وتأثيره ظاهر يعني شي تو حصل زي للتعبير عن اشياء حصل مؤخرا ويكون حسب الغاعدة اذا i او they او we او you have وبالنفي وتصريف الثالث ما هي ظروف الزمان المستخدمة مع المضارع التام وما هي دلالاتها وكل واحدة معناها قدامك ever هل ولو مرة never ابد ولا مرة just تون yet لحد الان و already مبكرا ابكر من المتوقع ويكون موقع ever never just حتى already قبل الفعل الرئيسي يعني قبل البيب يعني بعد الهاف والحز مثلا i have never been to italy الهاف هنا والتصريف الثالث هنا والنفر بالنصف she has just finished her homer توها كملة الهومر لاحظ مراجعة زيانة تفيدنا لظروف الزمان قبل ما نقرح رح نقول have never just yet already have و has و بيب من اشوف واحدة من ذولة اشتغل لوها في لغة زيانة تصريف ثالث الفعل ابدي ويايا نبدي بالملاحظة بالبداية هناخل أصل منها صفحة تستخدم ever في حالة الاستفهام فقط يعني الجمع الاستفهامي المنتهي بعنام السؤال have you ever been to italy هل رايح إلى ايطاليا have you ever traveled by plane مسافر بطيارة تستخدم never للتعبير عن النفي بدون استخدام النط i have never seen the pyramids يعني أبد ما شايف الأخرامات he has never left بصرة هو أبد ما طالع من البصرة لا تستخدم yet للتعبير عن الجمع المنفية أو الاستفهامية ويكون موقعها بنهاية الجملة he has come يجي طالب يقول ست ليش come مصدر مجرد حبيبي come مو مصدر مجرد he come came come يعني هي مصدر هي تصريب ثالث نفس الإملاء he has come back from كربلا but we haven't seen him yet هو جاي من كربلا بس بعد ما شف finished her homework yet has never finished her homework yet they haven't taken the boat yet بعد finished homework يعني كملت الواجب سؤال حقيقة نفي they haven't taken the boat yet بعد هم ماركبوا الزورة have you picked up هل يعني استلمت التقطة أمس أخذت the brochures الكراس أو المنشور yet لأن سؤال حط ينا yet أما already تستخدم already مع الجملة المثبتة أو الاستفهامية ممكن بمعنى مبكرا ويكون موقعها أما نهاية الجملة أو قبل الفعل الرئيسي يعني ممكن نهاية الجملة ممكن مثل ever never just I have made a reservation يعني reservation يعني شنو reservation يعني حاجز already يا بقى أنا حاجز have you already packed your suitcase have you already packed your suitcase أنت أصلا رزمت الحقائب have you packed your suitcase already يصير هنا already ويصير هنا لاحظ الأمثلة التالية مهمة صيغة الامتحانات he not buy a book about driving yet من الطالب شاف yet قال I never ever just yet already have you has a beep beep إذن أنا رح أطبق قاعدة المبارع الدام الهي تأخذ هز من في يش صار هز البي يش صار بوت he hasn't bought a book about driving yet بعد ما اشتركت عن السياق she asked her parents for permission already already إذن أذرنا بالرجاز yet already هافو هزو بيب أكو علامة السؤال بالأخير لا إذن she has asked her parents هي مستأذنة من يعني من والديها أصلا he find his driving license yet طلب license رخصة قيادة تنكتب بالأس وتنكتب بالس بالأس American بالس English yet ستوجود ال yet يعني شنو يعني ever ever just yet already هافو هز بيب فتقول هز لا مو عندي علامة السؤال وما طول علامة السؤال يا حلو قدم الفعل المساعد على الفعل وكأنما علامة السؤال واقفة تتخنزر عليك وتقول لك يا الله فضحة ش سوي قدم الفعل المساعد على الفعل فأقول هز 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 وفايند البيب اله شنو هز 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 وقلو بعد You ever be to Italy والله هي كتاب السادس نفسه You ever be to Italy Have you ever been to Italy ترايح الإيطالية I never visit to Egypt Ever and ever just yet already هافو هازو بيب بيب فح تقول I have never visited Egypt زين ما الفرق بين القان والبن لاحق زمن الماضي المضارع التام البسيط انتبهني ما يري الفعل go التصريف الثالث لهذا الفعل هو بن أو قان حسب معنى الجملة بس كسؤال املاء دير بالك ترا هو تصريف الثالث بس قان بس قان لكن معنى جملا غيره إلى بن بالمضارع التام أول وحدة منه بنت تعني ذهب إلى مكان ما وقد عاد أو أنه لم يذهب أصلا هاي البن القان يعني طفر القان طفر والبن موغف موجود تعني ذهب إلى مكان ما ولم يعد بعد زين لم يذهب إلى إيطاليا حي ترجمة الجمعة البعوية آيا آياف نيفر آياف نيفر آياف نيفر ما طوله he will come back next week حيرجع أسبوع الجاي and then he has gone راح وبعده ما رجع نبدأ بتمارين النشاط التمرين الأول غير مطلوب افرحوا يا طول تمارين بي مهم جدا بي تو يورب سويها جملة يقول لك write a question اكتب سؤال هذا يجب الامتحانات بي تو يورب ما طول بي تو يورب اتش راح تسوي حتقول have you ever been to Europe يلا swim in the red sea سابح بالبحر الأحمر have you ever swam in the red sea سابح فيديوم بالبحر الأحمر take an airplane راكب طيارة have you ever taken اهم شيء طلاب اهم نقطة ركزوا على املاء التصريف الثالث go camping رايح مسا ومخيم have you ever gone camp اذا انت رايح فيديوم مخيم have you ever gone camping see an oryx have you ever seen an oryx انت شايف فيديوم oryx اللي هو الظبي بعد eat chinese food have you ever eaten اذا بالسؤال بالأذر ما تقبل غلط have you ever زائد بي بي ب للفعل have you ever اذا have you ever بي بي ب التمرين الورانة شاط صفي تسأل صديقك have you ever been to Europe رايح الى اوربا قد يقول لك yes i have او no i haven't نجيهنا على التمرين الاخير وهو مهم جدا لا والله قبل الاخير الاخير هي انا قبل الاخير دي ماريا has been to italy اذا ان هي كانت بيطاليا ورجعت اذا ان هي كانت بيطاليا مو باليونان مو بقريس يقول لك هنا complete the sentence اكمل الجملة التالية واستغنم never be اذا ان في وجودها في مكان اخر غير تشانت بيطاليا فرح تقول شون احط never وبي بجملة ماريا has been to italy رح اقول ماريا او she has never البي شا سويها been رح اقول she has never been بعد شا استخدمت الnever حطيتها وين بعد الhas she has never والبي وين حطيتها بعد الnever بس شا سويتها تصريف ثالث she has never been to greece انا بعش نعطيك drive تشلح تسويها driven he has never driven اجيل ما سايق جيب بعد نور has visited بجداد lots of time حتقول she has never visited لندن هي قبت مزايرة لندن جون has studied arabic for three years he has never studied شوفو never studied ايشي غير arabic french farida has played tennis since she was seven she has لان فريدة has never هاي never جتي هنا played squash اذن هي ابد ما لعبة لعبة السكواش نجي على التمرين الاخير وصل بس انا برأي تنتبه مشرط يجيك توصيل ممكن جدا يجيك correct فانتبه من عندك already تصريف ثالث وراها he has already decided where to go هو اصلا كان مقرر وين يروح he has already decided where to go عندك he has already spoken he has already spoken to the travel agent يعني وحيشاوية وكالة السفر he hasn't نفي وما طول نفي اختار تكملة تنته بيت فاش راح تقول he hasn't called the hotel yet يعني بعد ما اتصل بالفندق he has already bought bought جاية من الفعل buy يشتري he has already bought رقم رقم اربعة some sun cream sun cream اللي هو واقي الشمس وعندك he hasn't نفي وما طول نفي packed يعني يرزم he hasn't packed his suitcase yet يعني بعد ما خليها هنا ما رزم الحقيبة لحد الان وهي hasn't found found من find يجد found found هو بعد لحد الان نفي hasn't found شنو بي he hasn't found his passport yet لاحظت ويا النفي اختاري النهاية تنتهي بيت طلاب الغالين هنا الحمد لله انتهى هذا اللسن ونلتقي ان شاء الله مع لسن ثري باي باي